ترجمة نانسي قنقر وكشف سعادة الوزير عن وجود مؤشرات واضحة على تحسن نتائج الطلبة في جميع المواد والمقررات الدراسية مشيرا إلى أن الهدف من إقرار هذه الامتحانات هو توعية أولياء الأمور بالدرجة الأولى بضرورة تدريب وتعليم الطالب الاعتماد على نفسه وعبر وزير التربية والتعليم عن اعتزازه الكبير بالكوادر التعليمية والإدارية التي أنجزت قدرا هائلا من العمل وبشكل استثنائي خلال هذا العام الدراسي مؤكدا أن الوزارة كانت وستبقى دوما حريصة على مصلحة ومستقبل أبنائها الطلبة كما أنها مؤتمنة على تطوير التعليم والارتقاء به